المزيد من المتابعة ينضم لنا من تونس بلال مبنوك مراسل الغد إذن بلال إلى أي كفة ستميل الأمور في النهاية بين ما يقره في مسألة تحييد الوزارات السيادية وبين المحاصصة للأحزاب السياسية الجدل في الشارع وتأثير أيضا إلى أي كفة ستميل الأمور سباح الخير ومن الصعب في الحقيقة التكاهن إلى أي كفة ستأول الأمور على ضوء المشهد الحالي المعقد تقريبا جل الأفريقاء لكل طرف بطبيعة الحال يرفع سقف التفاوض عاليا وما أعاد أو ما زاد من خلط الأوراق هو تصريح راشد غنوشي رئيس حزب حركة النهضة باستبعاده الدخول في ائتلاف حاكم مع قلب تونس والتصريح أمس هذا لرئيس حزب حركة النهضة وأيضا على ضوء رفع بقية الأحزاب سيما الأحزاب المعارضة هناك حزبان تقريبا الذين سيكونان ربما محددان لجهة سهولة تأليف الحكومة المقبلة وهما حزب حركة الشعب وأيضا حزب الطيار الديمقراطي حزب الطيار الديمقراطي ما زال متشبثا بوزارتي الداخلية والعادل بالإضافة إلى وزارة الإصلاح الإداري وحركة الشعب تشترط برنامجا واضحا المعالم وتكون تمثيلية المستقلين هي الأكبر في الحكومة المقبلة وبالتالي الأنظار شاخ سلاني لقدرة الحبيب الجملي على أن يكون رجلا توفقين ويقدر إقناع الطيف الأكبر من الأحزاب لتأليف حكومة وبالتالي يكسب حزام سياسي وهذا حتى اللحظة مفقود تقريبا الحبيب الجملي مدعوم فقط من حزب حركة النهضة الحزب الذي اقترحه لرئاسة الحكومة الحكومة الحبيب الجملي يقوم بمشاورات ماراتونية هو لا يلتقي بالأحزاب السياسية فحسب التقاء بالأمس ممثلين عن نقاب الوطني لسحفين التونسيين وينتظر أن يلتقي اليوم اتحاد المرأة ربما هو سيعيد بتمثيلية واسعة للمرأة في الحكومة المقبلة وأيضا سيلتقي في لقاء هام في الحقيقة ومرتقب على الساعة السادسة تمام السابعة بتوقيت القاهرة سيلتقي نوردين للتابوبيا الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس وهذا طرف الوازن في الحقيقة سيما لجية المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة هذا هو المشهد فيما يتعلق بالمشاورات وربما تبقى اللحظات الأخيرة أو الليام الأخيرة من هذه المشاورات قد تأتي بالجديد كما شاهدنا يوم تصويت على رئاسة البرلمان لرجل غنوشي ربما ستتغير كل المؤشرات مع بداية العدد التنازل لنهاية المهلة تاليف الحكومة وهي الشهر تجوزنا اليوم خمس أيام يعني مازالت أكثر من عشرين يوم وبالتالي قد تتغير الكثير من المعطيات إليك وائل شكرا جزيلا لك بلال مبروك مراسل غد كنت نعرى من تونس